أدوى أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيسة المجلس لافتتاح معرض كتاب المرأة البحرينية والذي ينظمه مركز عيسى الثقافي احتفاءا بيوم المرأة البحرينية وقد قامت نائب الرئيسة بجولة اطلعت خلالها على المعرض الذي ضم مجمل النتاج الفكري والمعرفي للمرأة البحرينية بواقع أكثر من 600 عنوان لكتاب وما يقارب 800 أطروحة جامعية منها نحو 300 أطروحة باللغة العربية و 500 باللغة الإنجليزية أعدتها 300 امرأة في مختلف المجالات وقد رصد المعرض أولا مؤلف بقلم امرأة بحرينية في العام 1973 وقد أشادت الدكتورة الشيخة مريم منت حسن الخليفة بمبادرة مركز عيسى الثقافي برصد مسيرة ثرية من الانتاج الفكري والثقافي للمرأة البحرينية معتبرة تنظيم مثل هذه المعارض فرصة لبيان التقدم الثقافي والمعرفي في مملكة البحرين ولإتاحة المجال للأجيال الشابة للتعرف على هذا المخزون الفكري للمرأة البحرينية وتشجيع البحث والتأليف وكذلك الترويج لهذه المؤلفات وتسهيل طرق الوصول إليها عبر إتاحتها إلكترونيا ليتمكن الجميع من الوصول إليها بسهولة ويسرى كما بيّنت سعادتها ضرورة أن يتم إبراز خلاصة تلك المؤلفات والتوصيات التي حملتها المؤلفات الفكرية والأكاديمية وهو ما سيعمل عليه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي في المرحلة القادمة من جانبه قال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي أن رعاية واهتمام صاحبة السمو الملكي بهذا الحدث الثقافي الفريد من نوعه يأتي في إطار جهودها الكبيرة في إبراز إنجازات المرأة البحرينية كما أنه يعد عنصرا مهما في مصيرة تمكين المرأة والذي يأتي من صميم مساعي قيادتنا الرشيدة لترسيخ قيم الرفعة المجتمعية وتحقيق التقدم والازدهار لمملكة البحرين مؤكدا على دور المجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على مكتسبات ومنجازات المرأة البحرينية والارتقاء بها وأضف المدير التنفيذي للمركز أن المعرض يعد الأول من نوعه والأبرز على المستوى المحلي منوها بأن ذلك يؤسس لقاعدة مرجعية تاريخية تضاف لجهود تمكين المرأة البحرينية التي تقودها مبادرات المجلس الأعلى للمرأة وبينا بأن المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي استطاعت أن تحتفظ بكل مساهمات المرأة البحرينية تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية بتوفير كل وسائل المعرفة وإتاحتها لجمهور القراءة والباحثين مشيدا بدور مدير المكتبة دكتور منصور سرحان في رصد وتوثيق هذه المساهمات